مرات فيه كلمات من كتر التداول بتدخل بعض المعاني الغير مزبوطة عنها وبتحط شبه الاسم والناس ما بتاخدش البلها من الاسم الحقيقي أو الاسم المش حقيقي السلوس اللي احنا هنتكلم عنه ببساطة لكن فيه كلمة تانية انا حابب اتكلم عنها لانها فيه فرق كبير جدا بينها وبين السلوس والكلمة هي التسليس وده اللي موجود دلوقتي باستمرار في الميديا عن الاتهام للإيمان المسيحي بالتسليس والتسليس خلينا نقوله عشان نفهم الناس كلمة زي مثلا بنعمل حاجة اسمها المناصفة يعني بقطع حاجة بالنص التسليس يعني بقطع الحاجة على ثلاثة وبعدين ممكن حاجة قطعها على أربعة وهكذا التسليس يعني شيء عندي بقطعه على ثلاثة حتة أما السلوس فأنا بتكلم عن حاجة واحدة حاجة واحدة بس بس الحاجة الوحدة ليها ثلاثة أوجه ليها ثلاثة منظورات ليها ثلاثة حاجة واحدة الفرق كبير جدا بين حاجة متقطعها لثلاثة ولا حاجة واحدة ليها ثلاثة أوجه المشكلة حقيقية في السلوس أنه مش عقيدة نحن مش نكلم عن عقيدة نحن نكلم عن حقيقة وعشان هي حقيقة الناس مش بسهولة بتصدق غير لما بتشوف خلينا أشعر العتة دي لما الراجل بص في التليسكوب بتاعه وشاف أن الأرض كروية الناس كانوا هيموتوه قال لهم الدين الأرض كورة الناس كانوا هيموتوه لغاية لما الناس شافت وأول ما الناس تشوف تفهم أن الأرض كروية فدي مش عقيدة دي حقيقة الأرض كروية لأنها حقيقة فالثلوس الله اللي احنا بنقول عليه مسلس الأقانيم الله الواحد المسلس الأقانيم دي حقيقة تعريف فاحنا مش بنقول دي عقيدة دي حقيقة بس محتاجة أن الواحد يشوفها لأنه مش بالعقل الواحد بيفهم كل حاجة لأن العقل محدود لابد أن يختبر الإنسان نوع من الإعلان الداخلي اللي يعرفه على الحقيقة سواء هو صدق أو ما صدقش هي الأمر الحقيقة موجودة موجودة زمان الناس لما جليل يقولهم أن الأرض كروية حكموه لكن الحقيقة أن الأرض كروية والحقيقة أيضا أن الله مسلس الأقانيم سلوس وليس تسليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر